السلام عليكم محبي ومشتركي ومشاهدي قناة سبورت فيديو مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ستترخ خلال هذا الفيديو إلى زولة سريعة عبر ما نشرته مواقع عالمية بشأن ما جرى في نهاي دور الأبطال دور أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والودادة البيضاوي المغربي البداية من موقع بيان سبورت في نسخته الفرنسية والذي عنوان أن الودادة توقف عن اللعب ثم خسر النهائي وبالعودة إلى ما نشره كاتب المقال هو كان بالمناسبة مقالا مختصرا جدا فقد قال أن المباراة توقفت بعدما تم إلغاء هدف من تسلل غير موجود كما يشير كاتب المقال حيث أن لعبي الوداد طالب باستخدام تقنية الفار كما يسبب تقنية حكم الفيديو لكن للأسف وأن المفاجأة كانت هي أن التقنية كانت معطلة أو تعرضت لعطل مفاجئ أو غير مفاجئ لا أحد يدري ما الذي جرى لذلك توقفت المباراة لأزيد من ساعة ونصف قبل أن يعلن الحكم الإفاري باكاري قصمة عن فوز الترجي باللقب بعد ما اعتبر أن الوداد قد انسحبت من النهائي هذا ما أشار إليه موقع بينسبورت في نسخة الفرنسية باختصار شديد فيما موقع الأس الإسباني الشهير الموقع التابع للصحيفة الإسبانية الشهيرة فهو قد عنون أن الترجي يتوج بلقب دور الأبطال في ظروف استثنائية لكنه أشار بشكل خاص لأن على الرغم من أن الترجي تم اعتباره فائزا باللقب إلا أن لا أحد قد فاز في رادس بل إن الكرة الإفريقية هي الخاسر الأكبر في هذا النهائي كما أنه نشر العديد من التغريدات عن بعض الفيديوهات حتى أن بعض الصور التي تسخر مما جرى في هذا النهائي هو في الحقيقة مهزلة دون أن نقلل من تتويج الترجي لكنه مهزلة في الحقيقة فهذا شيء يسيء للكرة الإفريقية وهو فضيح بكل المقاييس أن يتم إيقاف المباراة بهذا الشكل من مدات طويلة جدا ثم يعلن عن فوز الترجي واعتبار أن الوداد قد انسحب ثم أن لاعبي الوداد أسروا على استخدام تقنية الفار هناك من قال أن لاعبي الفريقين كانوا على علم بعدم وجود تقنية الفار هناك تضارب شديد في الأنباء قبل أن في الحقيقة خدش بشكل كبير سورة الكاف سورة إفريقيا أمام العالم فالمباراة كانت منقولة عبر قنوات عالمية كبرى والدليل أنتم تشاهدون الآن موقع آس الشهير هناك صورة رشرت إلى أحد لاعبي الوداد يرفع شيئا ما يقول على أنه في إشارة إلى أن الفار لم يكن موجودا من الأساس فحقيقة مؤسف جدا مؤسف للغاية ما جرى كلنا نرغب في مشاهدة مباراة ونصفق فيها للمتوج أين كان سواء كان الترجي أم الوداد لكن ما جرى للأسف لا يمكن لأحد ولأي محب للكرة الإفريقية أو العربية إلا أن يشمئز مما جرى في مباراة ملعب رادس في الحقيقة نعم هناك صور كثيرة تسخر مما جرى للأسف هنا صحيفة الآس خصصت حيزا كبيرا لحديث عن ما جرى في مباراة ملعب رادس أما صحيفة ليكيب الفرنسية الشهيرة فقد نشرت عبر موقعها أن الترجي فاز في مباراة لم تدوم إلا 58 دقيقة نعم هذا ما قالت طبع الحال فقد أشرتنا الحكم أوقف اللقاء ثم اعتبرنا الوداد انسحب كما أنها استهزأت هي الأخرى وسخرت بشكل واضح من هواية القائمين على التنظيم تنظيم مباراة بهذا الحجم نهائي دوري أبطال إفريقيا فهذا ما أشرت عليه في آخر المقال كاته المقال أشار إلى هواية هواية مسؤولية للمنظمين كانوا هم المسؤولون عن هذه المهزلة للأسف الكرة الإفريقية خسرت كثيرا صورتها قد خدشت بما جارى في ملعب رادس حتى أن تتويج الترجي هناك بعض التونسيين لم يفرحوا بهذا الشكل بعض مشجعي الترجي هناك من يقول أن الحكم كان عادرا في تطبيقه للقانون ولكن أي قانون هذا بعد ساعة نصف من المحادثات والنقاشات والمشادات هناك من طالب لعب الوداد طلب بإعادة المباراة بإلغائها ثم إعادة المباراة للأسف شيء يندى له الجبين ما جرى بملعب رادس الترجي فارق كبير وعملاق الوداد كبير وعملاق هذا النهائي للأسف سيبقى وصمة عار في جبين الكرة الإفريقية وينبغي على المسؤولين الاتحاد الكرة بإفريقيا يتحمل مسؤوليات كاملة فلو حدث ما حدث في أوروبا شهدنا رئيس الاتحاد يستقيل وفتح تحقيق لماذا تقنية الفار لم يتم استخدامها أشياء كثيرة ستقع لكن إفريقيا مع الأسف الكل يتوقع أن لا شيء سيقع ولن يحدث أي شيء على كل حال شكرا لكم مشاهدي قناة سبول فيديو على حسن تتبعكم ناركم إن شاء الله في فيديو جديد انتم في رعاية الله